هذه القصة فيها فائدة من جهتين جهة عن عظيم صفات وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن حب الصحابة لبعضهم والجهة الثانية يعني فينا صار نقول ثلاث جهات والجهة الثالثة عن حقيقة نعيم الدنيا روى الفقيه البرزنجي الشافعي رحمه الله أن يهوديا جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأبو بكر هو أفضل ولد آدم بعد النبيين وأبو بكر أفضل أولياء البشر على الإطلاق وأبو بكر أول من يدخل الجنة بعد النبيين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فضائله لا يحصيها إلا الله إجا يهودي عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه شو قاله اليهودي ماذا قال اليهودي لأبي بكر رضي الله عنه قال له صف لي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه اذهب إلى عمر شوفوا تحسين الظن والمحبة والرابط اللي بيناتهم والعلاقة وأن يحيل الواحد منهم على أخيه من الصحابة كانوا هيك متوادين فيما بينهم فأجى اليهود عند عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال له صف لي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه اذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيدنا علي باب مدينة العلم وشوفوا معنية المودة والمحبة بين أبي بكر وعمر وعلي وهكذا مع عثمان وإن كان ليس مذكورا في القصة لكن كانوا يحبوا بعض وكانوا يتصاهروا مصاهرين لبعضهم وكانوا يصلوا وراء بعضهم يعني تخيلوا أنتوا أنه سيدنا علي قريب الخمسة وعشرين سنة عم بيصلي الصلوات الخمس وصلوات الأعياد وصلوات الجمع والجماعات والأعياد خلف أبي بكر وعمر وعثمان مين علي قريب الخمسة وعشرين سنة وعمر صلى خلف أبي بكر وعثمان صلى خلف عمر وعلي صلى خلف عثمان طيب وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه زوج ابنته من عمر أم كلثوم بنت علي مين بيها علي مين أمها سيدة فاطمة أمدنا الله بمددها مين أخوها الحسن والحسين مين جدها الرسول صلى الله عليه وسلم من جدتها خديجة الكبرى مين زوجها عمر بن الخطاب يا سلام شوفوا هالقرابة هالمصاهرة اليوم في ناس عزعمون بيبحثوا وبتتخزأ زلعيمون هنا عم بصرخوا فاطمة وحسن وحسين بيتخزأ زلعومون بحب فاطمة والحسن والحسين ولا ينالون من فاطمة وعلي والحسن والحسين ما ناله عمر ما ناله عمر تخيلوا أنه فاطمة حميته لسيدنا عمر فاطمة حميته لسيدنا عمر يعني كان بيقدر يصافحها ويقبلها يستطيع أن ينظر إلى شعرها حميته والدة زوجته علي بن أبي طالب زوج بنته من عمر أم كلثوم بنت علي زوجة عمر سيدنا علي زوجه إياها بعد مشاورة الحسن والحسين فوافقا على ذلك وإجي منها ولد إجي منها ولد اسمه زيد بن عمر بن الخطاب شو بيقولوا بعض المراجع عند غير أهل السنة بعض المراجع في كتاب لهم يقولون باب من لا يريث أمه وبيذكروا قصة مين أم كلثوم بنت علي وابنها زيد قولوا له انكملوا زيد ابن مين زيد ابن مين ابن عمر طيب ليش باب من لا يريث أمه لأنهما ماتا في ساعة واحدة لا يعرف أيهما ماتا قبل عرفتوا يعني زيد وأم كلثوم رضي الله عنهما ماتا في ساعة واحدة فما فينا نقول بيورتها لأمه لأنه ما بنعرف إذا مات قبلها أو مات بعدها وهذا عند غير أهل السنة يثبتون ذلك والكتب موجودة عندنا وكتبهم هم موجودة عندنا بعض الحمقى أراد أن يدفع هذه القصة شو قال قال لا 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 هذا منه ابن عمر قال لأنها كانت ممنوعة عليه يعني في حاجز معنا وما بيقدر يوصلها فكيف بده يجي منها ولاد أم شو قال له واحد قال له يعني يا خبيث أنت تتهم أم كلثوم بنت علي حفيدة الرسول بالزنا إذا كان عمر ما قرب عليها طيب زيد من وين إجا زيد من أين جاء بتقول عنها زانية يعني يا خبيث يا ملعون يا أبو قرون بتقول عن بنت علي وفاطمة أخت الحسن والحسين زانية يا وضيع يا خسيس تقول عنها زانية إذا قال لا منها زانية لكن من وين إجا زيد من الجن إذا قال لك لا لكن من وين من الحنفية عزعمك إذا لابد أن عمر دخل عليها اسمه زيد ابن عمر بن الخطاب مين أمه؟ أمه كلثوم بنت علي وفاطمة أخت الحسن والحسين تعرف شو كان لقبه زيد ابن عمر زل هلالين شو يعني؟ بي عمر وجد علي شفت هالجمال تخيلوا فاطمة حميت لعى عمر فاطمة حميت عمر أي محبة كيف سيدنا علي بعد بنته لعنده ليشوفها شيفه قبل ووافق زوجه إياها تطعنون في شرف وعرض علي حاش وكلة لولا أنه يراه تقيام صالحا مباركا طيبا كيف زوج بنته؟ إذن كانوا يحبوا بعضهم تخيلوا أنتو أنه النبي مزوج عائشة بنت أبي بكر شوفوا عملوها الشجرة المباركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم متزوج عائشة بنت أبي بكر النبي محمد متزوج حفصة بنت عمر النبي محمد زوج ابنتيه لعثمان بن عفان ماتت الأولى زوجه الثانية رقية وأم كلثوم النبي محمد زوج ابنته لعلي بن أبي طالب شوفوا ما أجمل هالتقارب ثم علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب وكان يصلي وراهم خمسة وعشرين سنة الأعياد والجمع والجماعات طيب هذا دليل المحبة أم لا؟ بلى دليل المحبة عمر رضي الله عنه كان يقول ويل لمعضلة ليس لها أبو حسن وعلي كان يقول إن اسم الصديق أنزله الله من السماء على لسان محمد أبو بكر الصديق الصديق ليه؟ لأنه أجمعت الأمة على تسميته بالصديق بعد حديثة الإسراء والمعراج علي بن أبي طالب يقول كيف لا نرضى لدنيانا في أمر الخلافة في أبي بكر يقول كيف لا نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا اسمعوا ماذا روى الحافظ الصيوط عن علي بن أبي طالب يقول لقد مرضى النبي وأنا حاضر لست غائبا صحيح لست مريضا وقدم أبا بكر للصلاة علينا هذا قول علي بن أبي طالب شفت المحب اللي بيناتهم فهذه الأي بتكفينا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إذا كان ربنا يخبرنا أنه راض عنهم أنت ماذا تريد منهم أيها السرسار أيها الخبيث الذي تطعم في عرض وشرف علي الذي تطعم في عرض وشرف الحسن والحسين الذي تطعم في شرف أم كلسوم بنت علي وفاطمة أخت الحسن والحسين حفيدة النبي وحفيدة خديجة كيف تطعم في عرضهم وشرفهم إذن شو قال له عمر لليهودي اذهب إلى علي بن أبي طالب باب مدينة العلم سيدنا علي إجا اليهودي عن سيدنا علي سمعوا قال له اليهودي يا علي صف لي أخلاق محمد أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم شو قال له سيدنا علي ردله السؤال بسؤال قال له صف لي متاع الدنيا لو أريد أن نوصل متاع الدنيا قليل إذا نسيتوا أنتم موضع الاستدلال موضع الشهد بدنا نوصل لهون إنه متاع الدنيا كلا شيء متاع الدنيا قليل متاع الدنيا زائل لهيدا الموضع الشهد بدنا نوصل قال له صف لي متاع الدنيا سيدنا علي يقول لليهودي قال له ومن يستطيع يصف نعيم الدنيا متاع الدنيا ملزات الدنيا قال له سيدنا علي أنت لا تستطيع أن تصف لي متاع الدنيا والله يقول في القرآن قل متاع الدنيا قليل وتريد مني أن أصف لك أخلاق محمد والله يقول وإن نكل على خلق عظيم انقطع اليهودي انقطع ألجم وألقم الحجة أسقط في يده انبهر بكته شو عمل اليهود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دخل في الإسلام بهذا الجواب المفهم شوفوا سيدنا علي قال له صف لي متاع الدنيا قال له لا أستطيع ومن يقدر أن يصف متاع الدنيا قال له الله يقول قل متاع الدنيا قليل وأنت لا تستطيع أن تصف متاع الدنيا وتريد مني أن أصف لك أخلاق محمد والله يقول وإن نكل على خلق عظيم فدخل اليهودي في الإسلام